مأساة مميتة خلفتها العاصفة دانيال في الشرق الليبي حيث ابتلعت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة مئات الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء السيول فيما لا يزال العشرات في عداد مفقودين وبجانب ذلك شردت مئات آخرين وغمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها حتى باتت درنة منطقة منكوبة وهي مدينة يقطنها مئة ألف نسمة وتقع على واد يحمل اسمها مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات جرفت سكان البيضة والسوسة والمرج والطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي وصولا إلى بنغازي وبلغت كمية التساقطات المطرية المسجلة أربعمائة مليمتر في مناطق الجبل الأخضر وهي كمية لم تسجلها المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود وعلى أثر الكارثة الطبيعية اتخذت حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع طارق جملة إجراءات من بينها إعلان الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام ودعت إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية ووجهت بتحويل أموال لكافة البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد قرار باعتبار جميع البلديات التي تعرضت لهذه الكارثة والسيول مناطق منكوبة موجهة كافة الجهات العامة والخاصة والمختصة باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة والاستثنائية لمواجهة كافة الأضرار من جانبها طالبت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمد الجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الكارثة كما قررت تعليق الدراسة إلى الخميس مع تحويل مدارس بنغازي إلى مراكز إيواء وقد سبق ذلك إعلان حالة الاستنفار وفرض حضر التجول وإغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في البلاد والعاصفة دانيال انطلقت بداية من البرتغال واليونان وتركيا مرورا بليبيا وتتجه نحو الأراضي المصرية حيث يتوقع أن يكون تأثيرها محدودا بعد أن فقدت قوتها عقب وصولها لليابسة في ليبيا